ها تقص ولا روح؟ لا بقص حركاتك ترصلك اكتحت ميب علي لا يا شيخ شايفني بزغ مثلك يحيان كنا حر من زمان قلنا لك المكيف غربان ما صلحتوه قايل لسه بكذا يجيب عامل يصلحه والله جبت عامل يصلح الكمبرسر بس شكل وخري في مرة ثانية مدخني لا يا شيخ تروح للعامل تقول له صلح الكمبرسر طيب يمكن فيه نكس فريون مدام انت فاهم بالمكيفات روح انت جيب عامل يب يقلبها علي يا عيال مبعاقل شرشبين انا اكره السناف يا ابويا قنوات الاكشن والمسدسات فين؟ انا بيدي حاطة في المفدلة شكلو انت كفتا هزفتها يا نخبة اقيد كفتا اصلا اي غلط يصير بالاستراحة نسبة تسعيب بالمئة كفتا والسبب واح لا شي كده واجهه قوي يسوي بريء يعني كل حاجة على رأس كفتا والله ما قلت دقيقة واحدة لا 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 اسمره كفاتي لا تزعله يا ترى يا حبه لا لا تروح خليك معنا اذا انت روحت انت قدق علي مين والله ما عدا اجي تسراحاتكم مرة ثانية فاهم انت واياه لا يا شيخ مسوي حساسا امتوجهك ايها اعيال ممكن اشبيني عليه شوي بكرا ومحظل عندنا كفتا الله الله احلام اردية يا سلام يا سلام يا سلام اقول لك قم 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 يا ما تبغى شيء مني يا أبويا لا قفتها يا ولدي شو ما أزعله ما تكدر خاطرك أبويا أنا مخنوق وضايق صدري أعز أصدقائي يتقطبون علي أسحب عليهم اللي يحترمك احترموا بس أنا أحبهم ما ما في ذا الكلام على دولة المثل عز نفسك تجدها اللي يحبك ويغليك بياجي حتى عندك فهمت يا أبويا خلص بعد أروح لأمر ها ما قلت لكم مصير أيدي الاستراحة ايوه البس ما عوبل لخناقو إيش قصتك يعني أنا بس إيه أنت بس وشوكش الفار ها شوف شوكش طاق طاقنا عنيه ولا زعل إذا هو يرضى أنا مرضى خلاص غياء تلقم زودتوا ما عليك منهم أنت قم يا باية خناعب الأستير لا 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 أنا ماشي مروح البيت والمثل يقول عز نفسك تجدها تعال والله ما تروح يا باية تعال اش دعوة؟ أنا برا حقود معاكم في الاستراحة وتتتق علي لا يا شيخ مصيرك راجع رايحة جاية رايحة جاية رايحة جاية رايحة جاية خلتوا 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 أعجبكم بطاك تكاول ها سنتم سويتوا يلا عياد شلو شلوه أنا بدي المستشفى يلا 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 سرعوا هو يقرب لك؟ لا ما يقرب لي ليش شايف في شبه بينه وبينه؟ لا طبعا بالعكس خالص بس حضرتك مين؟ لان في موضوع كده حيوي عن كفتة لازم احكيه الأقرب واحد ليه أنا عامر عز اخويها وهو يعزني وأنا عزها بس كده كفاة خالص شوف يا أستاذ عامر الموضوع ان كفتة عندي دايما في العيادة كل تاريخه المرضي عندي فحوصاته وأشعاته وتحاليله كل حاجة وحب اقولك بخبرتي وإمامي بالموضوع كفتة مش هيطول عشرة أيام بالكتير وكفتة هيودع هيودع من؟ لو فعلا يا عامر بتحب كفتة وهوست اسعده هاخر عشرة أيام ابسطه اسعده فرفشه عايشه في سعادة وسرور وكبيات شو ثواني بالدور حقق له أحلامه يا عامر